بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا مع العلم والذكر وبالقهقها أي الضحك وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها ويكره الالتفات في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب بأن ينصب قدميه ويجلس بينهما ملصقا أليتيه بالأرض وأن يستقبل ما يلهيه كالمرآة والتلفاز أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان متفق عليه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمسة أولا محرمة وهي الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة كالأكل ثانيا مكروها وهي اليسيرة لغير حاجة كالالتفات اليسير ثالثا مباحة وهي الحركة لحاجة كحكه لحيته رابعا مستحبة وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة كسد فرجة خامسا واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة كإزالة النجاسة الشرط خارج عن ما هي العبادة ويستمر في كل العبادة ولا يعذر فيه بجهل ولا نسيان ولا يجبر بسجود السهو الركن داخل فيما هي العبادة ويقتصر على جزء من أجزاء العبادة ولا يعذر فيه بجهل ولا نسيان ولا يجبر بسجود السهو الواجب داخل فيما هي العبادة ويقتصر على جزء من أجزاء العبادة ويعذر فيه بالجهل والنسيان لا العمد ويجبر بسجود السهو السنة داخلة فيما هي العبادة وتقتصر على جزء من أجزاء العبادة ويعذر فيها بالجهل والنسيان والعمد ولا تحتاج لجبر فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين